التقى رسولنا صلى الله عليه وسلم مع إبراهيم في السماء السابعة عليهم السلام فالرسول صلى الله عليه وسلم سلم على أبيه كان هذا أعظم لقاء في العالم يقول أكبر مؤتمر في التاريخ بين الشخصيتين ترى أحب شخصيتين إلى الله هو محمد إبراهيم وأعظم شخصيتين عند الله محمد إبراهيم وأكرم شخصيتين عند الله محمد إبراهيم وأشرف شخصيتين عند الله محمد إبراهيم واللقاء كان مقتضباً كان قصيراً ولذلك لا بد أن تكون القضية في قضية هائلة قضية عظيمة وقضية كبيرة تصوروا أتظنهم سوف ينقشون مسألة سياسية لا المسألة أعظم مسألة اقتصادية مسألة أعظم مسألة تربوية المسألة أعظم مسألة اجتماعية المسألة أعظم اسمع النص المؤتمر واللقاء قال إبراهيم عليه السلام لرسولنا صلى الله عليه وسلم بلغ غمتك من السلام عليه وعلى رسولنا والأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام وأخبرهم أن الجنة قيعان طيبة التربة عذبة الماء وأن غراسة سبحان الله والحمد الله لا إله لله والله أكبر وفي لفظ ولا حول ولا قوة إلا بالله إذن خمس كلمات أشغلوا بها أوقاتكم سبحان الله والحمد الله لا إله لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله كم نتحدث كم نتكلم كم نحكي كم نسولف كم عندنا من الهذيان في المجالس كم عندنا من الثرثرة كم عندنا من القيل والقال كم نلغو ونغتاب ونتكلم كلاما غير مفيد ارضوا ربكم استدروا الرزق من السماء بالتشبيح افتحوا اطرقوا ابواب السماء بذكر الواحد الاحد استنزلوا الرحمات من السماء بذكر الله افتحوا مغاليق الرزق ومغاليق الحظ من الله والولد والصحة